في الساعات الأولى من الصباح بدأ توافد المواطنين إلى محيط مقبرة العالية تعزيزات أمنية مشددة حول مقبرة ليست كباقي المقابر هنا دفن أربعة رؤساء للجمهورية وعدد كبير من الشهداء والإطارات السامية في الدولة هذه العجوز المجاهدة أتت إلى المقبرة تبكي رفيقها في السلاح بالأمس مقبرة العالية التي اعتادت على الرسميات لأول مرة تشهد جنازة شعبية مماثلة فقيدها قائد أركان الجيش اسم ثقيل آخر يضمه تراب مقبرة العالية الفريق أحمد قايد صالح صنع الحدث في حياته بمواقفه وتصريحاته ويصنع الحدث اليوم برحيله والتفاف المحبين من حوله حسن جزيري قناة الغد الجزائر